قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار مرحبا مشاهدين هذه اهم عنوين اخبار اليوم مدرب ريال مدريد يوجه رسالة هامة الى لقجع ومدرب المنتخب المغربية بشأن ابراهيم دياس ثلاث اندية من الدورية الانجليزية المبتازة تعلن دخولها رسميا في مفاوضات مع يوسف انصيري بعد طلب من رئيس الاتحاد المصري لقجع يتدخل لحل المشكل بين الشيبي وشحات والان الى التفاصيل لكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك انتلو الاخر الاخبار ابدت صحيفة ماركا الاسبانية مرة اخرى اعجابها الكبيرة بالنجم المغربي ابراهيم عبدالقادر دياز مشيدة بما يتمتع به من موهبة استثنائية وقدرة عالية على المراوغة والتي تجعل منه واحدا من الاسماء اللامعة في عالم كرة القدم ووصفت الصحيفة دياز بانه من التينة النادرة حيث يبرز كاحد العناصر الاساسية في تشكيلة المدرب كارلون شيروتي بفضل قدراته الفريدة التي تسمح له بتجاوز الخصوم بسهولة تامة واشارت الى ان دياز ليس فقط متميزا في الملعب ولكنه ايضا يظهر قدرات تهديفية ممتازة حيث سجل 12 هدفا وقدم سبعة مريرات حاسمة مما يجعله رابع اكثر لاعبي الفريق حسما بعد نجوم كبارة مثل بيلينجهام وفينيسوس ورودريكو وهذا لداء يؤكد حاجته الى المزيد من الوقت في الملعب ليثبت اهميته كقطعة اساسية في الفريق وفي تطور مثير لمسيرتها تشير التقارير الى احتمالية مشاركة دياز مع المنتخب المغربية في دورة الالعاب الولمبية باريس 2024 وهو ما يدعمه ناديه ريال مدريد بقوة وهذا الدعم يأتي بعد نقاشات مثمرة بين دياز وكبار شخصيات النادي مثل الرئيس فلورينتينو باريز والمدار بانشيلوتي خاصة بعد خيبة امله من عدم المشاركة في اولمبياد توكيو 2020 والان مع تأكيداتنا من مسؤول الجامعة المغربية لكرة القدم والتزامه بدعم مشاركتها يبدو مستقبل دياز مشوقا بالفعل سواء على المستوى النادي او مع منتخب بلادها هذا وتتواصل التوقعات حول المشهد الرياضي الذي سيكون مسرحا لتألق ابراهيم دياز مع الفريق الولمبي المغربية في اولمبياد باريس وتجمع الاراء على ان مشاركة دياز ستضيف بعدا استثنائيا للفريق المغربية وتعزز فرصه في تحقيق نتائج تاريخية في هذا الحدث العالمي الكبير فالدعم الكبير من ريال مدريد ومسؤولها الكرة المغربية يعكس الرؤية البعيدة لاستثمار التقات الشبع وتسليط الضوء على الكفاءات التي يمكن ان تحدث فارقا على المستوى الدولي فيما تدرقب الجماهير المغربية والعالمية بحماس بالغ الأداء الذي سيقدمه دياز والذي من شأنه ان يسهم في رفع مكانة المغرب رياضيا ويؤكد على الدور الحيوية الذي يمكن ان تلعبه الرياضة في تعزيز الروابط الثقافية والدولية ومع السمرار العاد التنازولي لأولمبياد باريس تتجه الانظار نحو إبراهيم دياز كواحد من النجوم المنتظر تألقهم إذ يحمل ذلك توقعات كبيرة لها لسفقة كلاعب يمثل ناديا عنيقا مثل ريال مدريد بل كرمز للشباب المغربية القادر على إحداث التغيير والإلهام في الصحات الدولية أفادت تقارير إعلامية من إسبانيا أن اللاعب الدولي المغربي سفن سيري يحظى باهتمام مكثف من ثلاث أندية بالزة في الدورية الإنجليزية الممتاز السادادة للموسم القادم وذكرت صحيفة فيشاجس الإسبانية أن أندية ويستهام نيوكاسل وأثونفيل تظهر اهتماما كبيرا بدم سيري الذي أظهر تغلقا ملحوظا مع ناديه إشبيليا إلى جانب ذلك يعتبر سيري محط اهتمام بعض الأندية السعودية التي تتابع تطورات مسيرته الكروية بعناية ولقد شارك سيري في 38 مباراة هذا الموسم مع إشبيليا عبر جميع المسابقات محاققا 19 هدفا حيث سجل 15 هدفا منها في الدورية الإسبانية وبهذه الأرقام يقترب سيري من تخط رقمه القياسي السابق في الدورية الإسبانية الذي كان قد سجله في موسم 2020-2021 والذي كان قد أحرز خلاله 18 هدفا مما جعله أفضل مواسمه تهديفيا في الليجة ومع اقتراب نهاية عقده مع إشبيليا في الصيف العام المقبل يتوقع أن تتلقى إدارة النادي الإسباني عدة عروض لتعاقد مع اللاعب المغربية في محاولة للاستفادة المادية من بيعها كشف الإعلامي المصري وحمد شبير عن جهود قام بيهان أبو ريدا الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو الكنفدرالية الإفريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها فوز القجع من أجل حل الخلافة بين محمد الشبي وحسين الشحات بطريقة ودية ومع ذلك لم تفلح هذه المحاولات في تحقيق النجاح المطلوب فخلال برنامج الإذاعية أشار شبير إلى أنه سفسر من أبو ريدا عن مساعيه لتسوية القضية بفضل علاقاته الجيدة مع لقجع ورد أبو ريدا كان يفيد بأنه بالفعل قد حاول التوسط وكان قريبا من التوصل إلى حل لكن بعد تصريحات التي صدرت أجبرت نادي الأهل على التمسك باللوائح وتطبيق القانون مما أدى إلى فشل جميع المساعي لحل القضية والدين وقد واجه نادي الأهل المصري صدمة عندما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم التدخل في القضية على أساس أنها تعتبر شأنا داخليا وليس من اختصاصه التدخل وفي الوقت نفسها استمعت لجنة الاندباط لإفادة اللاعب المغربي محمد الشيبي قبل أسبوعين حيث قدم دفوعاتها وجميع الأدلة التي تثبت تعرضه للاعتداء اللفظي والجسدية من قبل الشحات خلال مباراة بين بيرامد والأهل في الموسم الماضي وتنظر المحكمة الجنحية بمدنة ناصر حاليا في هذه القضية ومن المنتظر أن تصدر حكمها في نهاية الشهر الجاري هذا وتترقب الأوساط الرياضية بشغف الحكم الذي ستظره المحكمة الجنحية في مدنة ناصر والذي من المتوقع أن يلقي الضوء على العديد من الجوانب القانونية والرياضية المتعلقة بهذه القضية فهذا الحكم لا يهم فقط اللاعبين المعنيين وأنديتهم بل يحمل أهمية كبرى قد تؤثر على كيفية التعامل مع مثل هذه الحوادث في المستقبل في إطار كرة القدم المصرية والمغربية على حد سواء كما يشير هذا الوضع إلى أهمية وجود آليات فعالة لتوسط وحل النزاعات في عالم كرة القدم حيث يمكن للعلاقات الجيدة بين مختلف الاتحادات والأندية أن تلعب دورا حاسما في تجنب التصعيد والحفاظ على الروح الرياضية وستكون المحكمة الجنحية في مدينة ناصر محور اتمام كبير حيث ينتظر أن يتم الكشف عن العديد من الجوانب المتعلقة بالقضية وقد تؤدي نتيجة الحكم إلى إعادة تقييم كيفية التعامل مع المشاكل المماثلة في المستقبل مما يعزز القوانين واللوائح التي تحكم الرياضة وتضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف المعنية